موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في فيديو جديد وهذا الفيديو سنرى فيه إن شاء الله التمرين المتتالية من الامتحان للوطني 2020 السنة الماضية سنحاول نخدمه التمرين وفي نفس الوقت نشرح الخاصيات التي سنحتاجها لهم في التمرين هذا نبدأ في العامل فاتع طاهم متتالية معرفة على الشكل التالي وهذه التمامة متتالية ترجعية يكون معطي لك الحد الأول فهذا الحال أعطينا إيو سيفر تساوي ثلاثة جوج ومشي بتدارك يعطيك الحد الأول هو إيو سيفر يمكن يعطيك إيو واحد أو إيو جوج أو إيو أي رقم كما كان والصيغة إيو أن زائد واحد بدلالة إيو أن السؤال الأول هو أحسب إيو واحد طبيعة الحال هذه المستسائلات كنت أجتوها العامل فاتع في السيزيام فأنا أريد أن نحسب الحد ضمن الحد مستسائلات تباعد أنا أريد أن أعرف بشكل تقوم بجعل أيو واحد وعنبي هنا أيو ايو آن زائد واحد يعني تبقى أن أقوم بجعل الأيو أن تتبقى سوف نبدأ حساب A1 A1 أو A0 زائد 1 إذا أردت تكسبها مشكلة ولكن يمكن أن تدرعوا A1 مباشرة ما تفعله؟ عوضنا هذا الان هذا بصفر يعني بطبيعة حالته هذا الان الذي عندي هنا سوف نعوضهم بصفر سوف تقول عندي جوج A0 على 2 A0 زائد 5 A0 زائد 1 هي A1 التي تريد أن تقوم بصفر بالنسبة ل A0 التي تريد أن تقوم بصفر وهي ما أعطينا هي تمثل الحد الأول و سوف نقوم بصفر A1 تقوم بصفر 2 A0 هي 3 على الجوج يعني 2 مضربة في 3 على 2 مقسمة على 2 مضربة في 3 على 2 زائد 5 سوف نقوم بصفر و سوف تبقى في البصد 3 و في المقام 3 زائد 5 و يسوف أمثلة هي 8 يعني أنه A1 تساوي 3 على 8 وهذا هي طريقة الحساب لحد من الحدود المتتالية ترجعية يعني يكفي أنك غير تعوض بالقيمة التي ستكمل لدي هنا الحساب لكي أجد في الآخر A1 يعني إذا قال لي مثلا أحسب A3 كيف سوف نقوم بصفر أجد الآن نقوم بـ 2 و سوف نقوم A2 زائد 1 و سوف نقوم بصفر زائد خمسة ونكمل بها الطريقة هذه السؤال الثاني السؤال الثاني البرهان بترجع البرهان بترجع فيه تسديل الزيطاء الخطوة الاولى وهي مرحلة ديال التحقق لنتحقق ان العبارة او للخاصية او للمتفاوتة على حسب اسمي اللي بغيت ندير صحيحة من نعمل مجزمون، لبقى او لهم اعرف ن هذا ما عليكم نعمل او للمنا انا غير امي نعمل مجزمون القيام ونعرف نعمل القيمه الاولى في المجموعة المتدرسة الدرسة ولمنا اضم افضل مجموعة في المجموعة risk ان تحقق الاول عنصر في المجموعة النقطة جيدة كذلك خطوة الاولى ترجع او لدي او لدي ماذا نعمل c او لدي ثاني امر لا ثلاثة على جوج يعني غادي خسين تحقق واش في يو سفر تهي اكبر قطعة من السفر او للا اه باين هنا عندي يو سفر هي تلاثة على جوج ثلاثة على جوج رأى اكبر قطعة من السفر يعني هنكتبله هنا اه ومنه يو سفر اكبر قطعة من السفر وبالتالي العبارة اولى الخاصية صحيحة من اجل ان يساوي السفر هالخطوة اللي كملت منها اللي هي المرحلة ديال التحقق لدينا الخطوة اللي هو غير افتراض نفترض ان نفترض ان ان اكبر قطعة من السفر يعني هذا الشيء لاندي هنا من اجل عدد ان من ن نفترض ان لس وهذا الصحيح من اجل واحد العدد كما كان يعني ان ان اكبر قطعة من السفر الخطوة التي التي هي المهمة في البرهام بارعها نضمل أبينا En يجب أن تكون On ما قد نستخدم من الترجع بالتأكيد بما أن افترض أن On أكبر أن 은 بعض يعني يمكننا نعتبر أنه Un كبار قطعا من السفر دائما وغادي يخصني أن نستخدم هذا المعطاء هذا لكي نصل إلى أنه Un زائد واحد أكبر قطعا من السفر يعني ما هو غادي يخصني نعرف ما هو العلاقة التي تجمع لهم بين Un و Un زائد واحد هذه تكون معطيرة في التمرين الذي هي Un زائد واحد تساوي جوج Un على جوج Un زائد خمسة يعني عندي هنا Un في البسط وعندي Un في المقام وكان عرف أن هذا Un هذا أكبر قطعا من السفر يعني كما نحاول ندير نحاول نطلق من هنا ونبقى بالتأطير تنوصل جوج ون يعني ماذا سنقوم هنا؟ لدينا ون أكبر قطعة من السفر إذن إذا كانت ون أكبر قطعة من السفر كيف ستكون جوج ون؟ سنقوم بجوج في الطرفين يعني سنقوم بجوج ون أكبر قطعة من جوج وهي سفر هذا المقام الذي تم في جوج ون زائد خمسة يعني سنقوم بجوج ون إذن جوج ون ونزيد خمسة في الطرفين المتفاوثة سنقوم بكبر من سفر زائد خمسة وهي كبر من خمسة مزيان ماذا عندي هنا؟ عندي البسط أكبر قطعة من السفر يعني عدد موجب وعندي المقام أكبر قطعة من خمسة يعني عدد موجب ومنه، ماذا سنستنتج؟ أنه الخارج من هذه العددين بما أنهم بجوج ون موجبين سنقوم بجوج ون يعني عدد يكون عندي جوج ون على جوج ون زائد خمسة أكبر قطعة من السفر وبالتالي هذا الشيء الذي وصلته هنا جوج ون على جوج ون زائد خمسة هو نفس ون زائد واحد وبالتالي ون زائد واحد أكبر قطعة من السفر وصلت لهذا الشيء الذي أريد أن أصله هنا وصلت لأنه ون زائد واحد أكبر قطعة من السفر فش كن بيّن أن العبارة صحيحة من أجل ون زائد واحد كان وقف وكان قول ومنه، حسب البرهام ترجع فإن هذا الشيء الذي أريد أن أبينا له مهما يكون ون ينتمي إلى ون ون أكبر قطعة من السفر طبيعة الحال برهامت على هذا يعني يجب أن ندير في بالي أنه يمكن أن نحتاجها في سؤال من الأسئلة ونبدأ السؤال الثالث السؤال الثلاثة أليف بغينا نبين أنه مهما يكون أين ينتمي إلى أين أكبر قطعة من السفر و أصغر من أو يساوي جوجه إلى خمسة يوئين طبيعة الحال، بالنسبة لهذا الجزء هذا لا يمكن أن نديره مرة أخرى أنا كنت بيّنت في السؤال قبل أنه مهما يكون أين ينتمي إلى أين ون أكبر قطعة من السفر يعني أنه يكون أكبر قطعة من السفر يعني هذا الجزء هذا لا يمكن أن نركز عليه هذا كيف يبقى لي؟ أبقى لي نبين الجزء الثاني وهو ون زايد واحد أصغر من أو يساوي جوجه إلى خمسة يوئين بحالة أن نبين واحد عدد صغر من واحد العدد يمكن أن ندير المقارنة يعني نقارن ون زايد واحد مع جوجه إلى خمسة يوئين كيف ندير المقارنة؟ نحسب يوئين زايد واحد ناقص جوجه إلى خمسة يوئين زايد واحد هي اللي معطينا السيغة لها اثنان يوئين على اثنان يوئين زايد خمسة ناقص جوجه إلى خمسة يوئين ناقص جوجه إلى خمسة ناقص جوجه إلى خمسة ناقص جوجه إلى خمسة عامل جوجه إلى خمسة كتساوي ناقص جوجه إلى أربعة يوئين ناقص اثنان في خمسة هي ناقص عشرة يوئين اكثر مقصومة خمسة في ثنان يوئين زائد خمسة هنا وظالة 1 عصي 2 2jn x 2n 10jn x 10jn ستيتني سيتقليل الأخير ستقليل ¼n x 2 ستيتنيل على 5 عمل 2jn x 5 هذا غير ماذا سيتم تعرف كنت لن تكشف في الفرق بالفرق وراءت أنه أفضل صغر من هذا يعني كيفية ستخمص بفرق ستخمص بفرق سيتقليل أنه أفضل سالي بالفرق حيث سيكون هذا أفضل من سالي لدينا حسب السؤال السابق UN أكبر قطعا من السفر هذا الشيء بينا عليه قبل إذن رابط طبيعة الحال لما قام لهو 5 عامل 2 UN زائد 5 سيكون هو أكبر قطعا من السفر وهذا عدد اللي عندي هنا في البسط كما كانت الإشارة للـ UN سيكون ساليب حيث UN اس 2 عدد موجب ومن اللي سنضربه في ناقص ربعا اللي هو عدد ساليب سيقول لي عندي كل شيء عدد ساليب ولدينا نكتبها أو تاني ولدينا ناقص 4 UN اس 2 عدد ساليب وبالتالي وبالتالي سيكون عندي UN زائد 1 ناقص جوجة على 5 UN أصغر من أو يساوي 0 أي UN زائد 1 أصغر من أو يساوي جوجة على 5 UN بيين الدبع لأنه UN زائد 1 أصغر من أو يساوي جوجة على 5 UN وعندنا في السؤال السابق أنه مهما يكون أن ينتمي لـ UN أكبر قطعا من السفر يعني يمكننا نستنتج أنه مهما يكون أن ينتمي لـ UN زائد 1 محصورا بين جوجة على 5 UN و سفر مزينا نكتب هذا الشيء هنا أو تاني قلنا هنا ولدينا مهما يكون أن ينتمي لـ UN أكبر قطعا من السفر ومنه ما يمكننا نستنتج من هذه التي هي واحد وهذه التي هي اثنان ومنه من واحد واثنان نستنتج أنه مهما يكون أن ينتمي لـ UN UN زائد 1 محصورا بين 0 و جوجة على 5 UN ونكمل البرهان ديالي ندرس الى الاستنتاج بالنسبة للإستنتاج نريد أن نبينا أنه مهما يكون أن ينتمي لـ UN UN محصورا بين 0 و 3 على جوجة على 5 UN يمكن أن يبين على هذا الشيء البرهان بالترجع نمسح هذا الشيء هذا نكمل التمرين كما قلنا هنا سنحاول أن نبينا على هذه الخاصية التي لدينا هنا أو هذه المتفاوتة التي لدينا هنا بالبرهان بالترجع يعني الاستنتاج أول شيء قلنا في البرهان بالترجع رقم السؤال هنا هو 3 أول شيء قلنا في البرهان بالترجع تحقق لنتحق أن الخاصية صحيحة من أجل N يساوي 0 لدينا هنا من أجل N يساوي 0 لا دينا ما الذي سنعوض هنا N بصفر ما سنعوض عنه صفر أصغر أصغر قطعا من U أصغر من أو يساوي 3 على جوجة في جوجة على 5 أو 0 U هي 3 على جوجة جوجة على 5 أو 0 أي عدد غير من عدم أو 0 يساوي 1 يعني إذا كان A يخالف 0 نكتبه هنا فإن A أو 0 تساوي 1 يعني هذا العدد هذا جوجة على 5 أو 0 هي 1 1 ثلاثة على جوجة هي 3 على جوجة سألقى هذه المتفاوتة 3 على جوجة كبار قطعا من 0 صحيح ثلاثة على جوجة أصغر من أو يساوي ثلاثة على جوجة صحيح صحيح إذا كان أصغر من أو يساوي يعني أنه أصغر أو يساوي و ثلاثة على جوجة تساوي ثلاثة على جوجة يعني إذا نكتب هنا إذا العبارة صحيحة من أجل N يساوي 0 مزيان هالخطوة اللولة الخطوة الثانية نفترض أن كنكتب نفس دكش اللي عندي نفترض أن U N محصورا بين 0 و 3 على جوجة في جوجة على 5 و S N من أجل عدد N من N والخطوة الأخيرة و لنبين أن في مما عندي N نعوض ب N زائد 1 يعني سيقوم بأنه N زائد 1 محصورا بين 0 و 3 على 2 في جوجة على 5 و S N زائد 1 هالخطوة اللي سيقوم بيين عليه من نشغل نطلق بطبيعة الحال سيقوم بطبيعة الحال سيقوم بطلق من الإفتراض اللي فترت اللي هو عبارة عن معطاء عندي هذا سنكتب لدينا بطبيعة الحال هذه البارتية اللولة لا يمكن أن نركز عليها البارتية اللولة لأنه يمكن أن نستخدم دائم لأنه يوجد السؤال أنه N كبار قطعة من السفر يعني هذه البارتية يمكن أن نستغنى عنها إذا أردت و نكتبها غير في الأخير سنكتب أن لدينا U N أعفوا U N أصغر من أو يساوي 3 على جوج 5 و S N حيثت عليها غير هذه البارتية تلخروا أن نزيدها حتى ما أردت عليها في السؤال الثاني يعني كتبت صغير U N أصغر من أو يساوي 3 على جوج 5 و S N لماذا أريد أن نصل هنا؟ أريد أن نصل هنا إلى 1 العبارة التي تحتوي على جوج 5 S N و هنا و هناك جوج 5 S N ما سنقوم بإصدار لأن نصل إلى جوج 5 S N و أنا لدي 5 S N كما أعرفون كاملين إذا أريد أن أضع لي 1 في الأس سنقوم بإصدار يعني سنقوم بإصدار 5 S في الطرفين هذه المتفاوتة و سنقوم بإصدار 5 S N 1 و عندي الحق بطبيعة الحال نضرب في عدد متفاوتة سنقوم بإصدار موجب أو سالب إذا كان موجب سنقوم بإصدار و إذا كان سالب سنقوم بإصدار ما سنقوم بإصدار هنا إذاً سنقوم بإصدار 5 S N أصغر من أو يساوي 3 جوج 5 5 S N أصحب موجب يعني لا تغير ما سنقوم بإصدار هنا 5 U N أصغر من أو يساوي 3 و هذه 5 S N جودة أعددين لهم أساس و أسسين مختلفين سنقوم بإصدار أننا سنقوم بإصدار و سنقوم بإصدار 5 U N أصغر من أو يساوي 3 1 5 S N 1 لماذا سنقوم بإصدار لأن U N هو اللي صغر من القيمة هذه ما سنقوم بإصدار السؤال القبل كنت أبينت أن UN زائد 1 صغر من ججة لـ 5N ما الذي لديه هنا؟ لدي ججة لـ 5N و UN زائد 1 صغر منها يمكن أن نزيدها في المتفاوتة UN زائد 1 صغر من ججة لـ 5N وججة لـ 5N صغر من 3 على ججة لـ 5 أو 3N زائد 1 يعني يمكنني أن نحيط هذا الوسط ونكتب هنا وبالتالي UN زائد 1 أصغر من أو يساوي 3 على ججة لـ 5 UN زائد 1 وصلت لهذا الشيء الذي أريد أن نصل له ثم نكتب هنا ولدينا مهما يكون N ينتمي إلى N UN أكبر قطعا من الصفر هذه النتيجة أو لا نكتب UN زائد 1 هذه النتيجة 1 وهذه النتيجة 2 ثم نزيد ثم من 1 و 2 نستنتج نستنتج أن نحن نكون N ينتمي إلى N ما نستنتج هنا؟ عندنا UN زائد 1 أصغر من هذه و UN زائد 1 كبر من الصفر يعني أنه UN زائد 1 محصورا بين صفر و 3 على جوج جوج على خمسة و 9N زائد 1 وهذه النتيجة وهذه النتيجة التي أريد أن نوصلها في الأخير لماذا؟ السؤال الآخر في السؤال الثلاثة أو للفقرة الأخيرة في السؤال الثلاثة وهذه السؤال باء و حسب النهاية لميت UN ما الذي يكتب لك غير لميت UN أرى بعضنا أن يجب أن نحسب عندما تقول N لزائد ما نهاية لأن مجموعة N هي 0 زائد ما نهاية عندما يحدث واحد الذي هو زائد ما نهاية يعني الميت أن نحسبه غير محد يعني عندما يكتب لك الميت UN لن يكتب لك الميت فين يجب أن تعرف أن نهاية الميت في زائد ما نهاية جيدا ما الذي سوف نحسب الآخر الميت في زائد ما نهاية أنا لا يوجد شيء معطي على UN بدلالة N لكي نعود UN بسيغته و نحسب النهاية الميت مباشرة ما سوف نفعل أنا عندي UN محصورا بين هذا الجوش ديال الدول 0 سوف نعتبر هذه الثلاثة ثابتة وهذه الثلاثة بدلالة المتغير L سوف نكتبها لدينا UN محصورا بين 0 و 3 على الجوش فج على 5N ولدينا لميت 0 كي ساوي 0 لميت 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 نقص 1 على الجوش لميت لساوي نفس القيمة لكي تدربوا في بالكم و لميت 3 على الجوش فج على 5N كي ساوي 0 لماذا؟ لأن نريد أن نعرف غير لميت هذه الأشخاص يساوي هذه المكتب على شكل آس إن يعني سيجب أن نعرف غيدك الآن للوسط إلا كان محصوراً بالنقص واحد وواحد لماذا يساوي نقص واحد إلا كان كساوي واحد لماذا يساوي واحد ولكن كبراً قطعاً من واحد لماذا يساوي زائد من نهاية وإلا كان صغر من أو يساوي ناقص واحد ما كتكونش عندي نهاية بمرة هنا غدا أكتب التعليل لأنه جوج على خمسة محصورة القطعاً بين نقص واحد وواحد إذن لميت جوج على خمسة أوس إن كي ساوي سفر نكتبها هنا كتعليم مزيان دبعاً للميت دلالة اللي في اليوم تساوي سفر ولميت دلالة اللي في اليوم تساوي سفر إذن نكتبه حسب المصادق التقارب فإن حتى لميت دلالة الوسط يساوي نفس النهاية دلالتين بجوج وهو سفر وهذا هو السؤال ثلاثة باء نزل بالسؤال الرقم أربعة السؤال الرابع أعطونا متسالية أخرى وهي متسالية معرفة بدلالة النهاية في الحالة أعطناك تساوي أربعة النهاية زائد ثلاثة ألف بيّن أن النهاية هندسية أساسها جوج على خمسة يعني ماذا نفعل كي نفعل خطوة أولى مهمة وهي الحساب لحد النهاية هندسية ويجب أن نحسب VN هذه أول خطوة حتى قليا حسابية غير المرحلة الثانية هي التي تختلف ومن بعد كي نحسب VN أعطناك نحسب VN يجب أن تنتابه هنا في الحساب لأنه كلما تكون متسالية فيها الكثور والإشارة تكتر زائد و الناقص كلما تزد الصعوبة ذي حسب VN زائد واحد سنحسب هنا في VN زائد واحد ما ستساوي إلا درت هنا VN زائد واحد سيجب أن ننضي VN زائد واحد وننضي VN زائد واحد وسأتبه عندي 4UN زائد واحد على 2UN زائد واحد زائد ثلاثة تساوي VN زائد واحد اللي كاتب هنا هي اللي كانت معطيه لي في الفقر اللوى هذه التمرين هي جوج VN على جوج VN زائد خمسة يعني تولي عندي 4 في 2UN على 2UN زائد خمسة مقسومة على 2 في 2UN على 2UN زائد خمسة زائد ثلاثة مزيان كتساوي هنا عندي الجداء يعني عندي البسط في البسط ومقام في المقام مقام دي هذا هو واحد ومقام دي هذا هو واحد يعني هم يغيروا اللوى سوف نضرب البسط في البسط سأتولي عندي 8UN على 2UN زائد خمسة ومقام me وهنا هم يغيروا procesي ومقام IG وملخص الأardi سأتولي عنesi من الصورات نضرب البحثー لنضرب البحثー ونضرب البحثー أو 5 وعفهم هنا نحن 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 المقام ويمكن مقام 1 هو 2UN ويمكني 4UN زائد 3 على 2UN زائد 5 لا ننسى ما نضيفه هنا لرجوك في 1 مقام ويمكني المقام في المسطة كيف أرغب المقام نضيف ويمكني 8UN مقسومة على 4UN زائد ثلاثة في اثنان يوان هي ستة يوان زائد ثلاثة في خمسة اللي هي خمسة عشر كتساوي ثمانية يوان مقسومة على أربع يوان زائد ستة يوان هي عشر يوان زائد خمسة عشر مزيان وصلت دابل السيغة المبسطة للفين زائد واحد الخطوة الثانية دابا إذا بدأت تعميل في هذه النتجة التي وصلت لها لكي تجد عدد مضروب في هذه النتجة التي توجد هنا مزيان فقد تسمى رأسك كملتي إذا بدأت تعميل لكي يجب أن تقوم بها يجب أن تأخذ هذه النتجة التي وصلنا إلى هنا وتقسمها على النتجة التي توجد هنا وسوف تجد الأساس الذي يوجد على خمسة هنا تعميل رابين في البسط 8 يوان و هناك 4 يوان في المقام فادي 100 يوان زائد 16 هنا يوجد جج يوان زائد 3 يعني ممكن لدأ كان على مفاومة إلا حامل 2000 يوان يوجد جج يوان سائد 3 مزيان انخبเทесте بسوات 3 يعني يجب في الاع 손 العملиной خمسة VN وهنايا غدي نحبس وغدي نسنتج نكتب هنا ومن هو VN هندسية او المتسالية هندسية اساسها هو هاداك العدد اللي مضرب في VN اللي هو جوج على خمسة ونكمل مزيحا دابا نفترض انني مدرت شكاه السؤال اليف هاد يخصك تدير السؤال باحتش غير تطبيق مباشر دي الخاصية ماذا يخصني باش ندير السيغة الواحد المتسالية هندسية يخصني جوجة الحوايج الى كانت عندي نكتبوها هنا الى كانت عندي VN هندسية اساسها Q وحدها الاول VP او لا اي عدد كما كان V1 V0 V جوج المهم VP بصفة عامة يخصك تعرف انه VN تساوي VP V مضربة في Q واس اي ناقص P يعني تلا ما عرفت كيف نخرج السؤال اليف من ضيع السؤال با دابا شنو غدي ندير ندينا السؤال با VN هندسية اساسها جوج على خمسة شنو باقي خصنين باقي خصنغي الحد الاول الحد الاول انا عندي هنا في VN معرفة بدلات UN ولكن UN يعطي الحد الاول الليلة هو U0 يعني النوته هذه الحد الاول الليلة سيكون هو V0 يعني سيخصني حسبانه في V0 كتساوي يعني ندير هنا ولدينا V0 كتساوي عودت ان هنا بصفر فيهم كاملين ولكن عندها في V0 كتساوي 4÷0 على جوج وزايد 3 من بعد زر انا عود ابيض امني هي ثلاثة على جوج وسأخبرني عندي في V0 كتساوي 4÷3 على جوج على جوج في ثلاثة على جوج زايد 3 فالربعة في ثلاثة على جوج سوف نستخدم جوجه مع جوجه سوف تكون لديه 6 وهنا سوف نستخدم جوجه مع جوجه سوف تكون لديه 3 زائي 3 وهي 6 و 6 على 6 هي 1 يعني في في زرو كتكون لديه 1 ومن هو يمكن لديه مستخدم الخاصية التي كتبت قبلها ومن هو Vn كتساوي الحد الأول هو في V0 في الأساس هو جوجه على خمسة و Sn ناقص صفر V0 هي واحد يعني سوف تكون لدي جوجه على خمسة و Sn هي السيغة في Vn بلد ن كيف سوف نستخدم؟ في الاستنتاج نستخدم دائما هذه الخاصية التي تجمعها بين Vn و Vn و ماذا نفعل؟ نحاول أن نقلبها أنا لديه Vn مكتوبة بدلتة Vn نحاول أن نفعل أن نفعل Vn نحاول أن نفعل Vn نبدأ ماذا نفعل هنا؟ نحن Vn تساوي 4 Vn على 2 Vn زائد ثلاثة أول خطوة هي هذا العدد لديه سوف نضربه في Vn سوف تقول لديه Vn عامل جوج Un زائد ثلاثة كتساوي 4 Un من بعد سوف ننشر هذا التعبير الذي لديه سوف تقول لدي جوج Un Vn زائد ثلاثة في Vn كتساوي 4 Un سوف ننشر أمام ومن ثلاثة أمام يقلب ومن ثلاثة أمام سوف نحاول أن نضرب هناك من ثلاثة أمام من بعد أن أقوم بعمل المشترك الذي هو UN نعمل به UN عمل 2VN ناقص أربعة تساوي ناقص ثلاثة VN من بعد أن أقوم بعمل هذه الطرف الثاني وسأقوم بعمل UN تساوي ناقص ثلاثة VN على 2VN ناقص أربعة يمكن أن نضرب ناقص واحد في البسط المقام ما سأقوم بعمل عندي؟ هذه خطوة غير ضرورية ولكن سأقوم بعمل أن أقوم بعمل هذه الطرفة سأقوم بعمل 3VN هنا سأقوم بعمل 4-2VN ما سأقوم بعمل ناقص ثلاثة مقسمة على 4-2VN وهذا هو التمريل اللي كان عندكم العام اللي فات في الوطني